مرحبا حبايبي اصحاب برج الحمل شلونكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الحمل التوقعات هاي راح تكون عامة طبعا احب اذكر انو القراءة تكون عامة فمستحيل تنطبق على جميع بنسبة 100% ممكن تنطبقوا يلك بنسبة 50% ممكن 80% وممكن البعض منكم تكون هاي القراءة موجهة اليه فيحس انو هي تنطبق عليه مئة بالمئة القراءة راح تشمل الصعيد العملي الصعيد الصحي العائلي العاطفي ووضع الشريك بصورة عامة وايضا طاقة برج الحمل العامة خلونا نبلش القراءة قبل ما بلش القراءة اذا انتم مشتركين بالقناة اشتركوا وسووا لايك اذا عجبكم الفيديو وتركوا لي ارائكم بخانة التعليقات بداية برج الحمل نبلش بطاقتك العامة خلال هذه الفترة برج الحمل هاي الطاقة ممكن تكون عامة ممكن تكون عاطفية على الاغلب انا اشوف هي طاقتك العامة حاليا اللي مسيطرة عليك تقريبا الطاقة العاطفية بالفترة الحالية برج الحمل اشوف انه انت ممكن تكون منعزل يعني منغلق على نفسك خلال هاي الفترة بسبب احباطات مريت بيها بالماضي انت مثل ما قلت لك هنا انت منعزل انت بطاقة الهرم طالع انت منعزل حاليا قاعد تراجع نفسك ممكن او حتى تراجع علاقة انت مريت بيها بالسابق عندك نوعا ما زعل اشوف انه ممكن او راح نوضحها اكثر بالقراءة العاطفية بس بداية يعني اكو عندك زعل من شخص هذا الشخص اشوف بالفترة الحالية هو عرف غلطة وقاعد يحاول انه يرجع مرة ثانية يصالحك خلال هاي الفترة بس قاعد اشوف انه انت غالق عليه تقريبا كل الطرق ومرة يتنطي فرصة ثانية ومنعزل عنه تماما لان اكو زعل صاير بيناتكم زعل شبير اما بالنسبة لطاقة الشخص نفسه اللي وراك اكو شخص هنا دا يحس شعور انه هو بالخسارة بالفقدان عدم الثقة بالنفس هذا الشخص اشوف ممكن انه كانت اكو افكار سلبية باله مسيطرة عليها خلال الفترة السابقة وهذا الشي خلاه من قد ما هو يعني افكار اكو سلبية باله او اتهامات او شكوك حتى اتجاهك هذا الشي خلاه يخسرك تماما هو دا يحس باحساس الفقدان لاحتياج العاطفي نفس الوقت قاعد اشوف انه كانت عنده شكوك باله او مشاكل او ممكن حتى يكون وضع مقيد هذا الشخص بس الفترة الحالية قاعد اشوف عنده تحرر تحرر من افكار سلبية تحرر من ممكن دراما كان عايشها هو بينه وبين نفس الفترة السابقة وحاليا بلش يحس بخسارتك هو ندمان دا يحس انه هو فقد شيء يعني شون اقولك انت ممكنت شيء بسيط بحياته هو اكتشف هذا الشيء متأخر بعد ما انت انسحبت من العلاقة وصار عندك نوعا ما ملل بسبب الاغلاط اللي هذا الشخص دائما يكررها نفسها ويرجع بعدين يعتذر فاشوفك قافل عليه الطريق وما متقبل اي اعتدار من عنده بالفترة الحالية هاي جينا على طاقتك العام حاليا خلي انبلش القراءة على الصعيد العملي اشوفك يا برج الحمل على الصعيد العملي والصعيد المادي اكو عندك امور هواية معلقة اه واقفة بمكانها ما قاعد تتحرك ذي تحس انه شغلك ما قاعد يتقدم قاعد يتراجع بالعكس الى الوراء عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي البعض من عندكم اشوف ممكن انه انت تشنت منتظر او حاليا انت منتظر تواصل يخص امور معرقة لصار لها فترة طويلة اكو عندك اما خبر منتظر او شغل متعرقل صار لفترة هذا الخبر ما قاعد يوصلك اكو اكو تاخيرات واحباطات مؤثر عليك هاي الفترة اكو تواصل سريع راح يوصلك ممكن يكون يوم ثمانية بالشهر التواصل راح يكون يخص وضع مادي ايضا البعض من عندكم اشوف انه هو ممكن داخل بشراكات بس هاي الشراكة اللي هو بها اكو بها طرف متلاعب نوعا ما اكو تلاعب شوية احس اكو كذب من ناحية شخص موجود وياك بالعمل نفسه او ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي انت منتظر من عنده خبر هو نوعا ما صار لفترة مختفي وما منطق خبر ولا شون ما نقول يعني شارح لك انه العمل وين قاعد يتقدم هاي الناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي فاشوف اكو بعض التأخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفترة بس النصف الثاني ان شاء الله او حتى من الاسبوع الثاني راح تبلش الامور شوية تتحرك خاصة الناس اللي عندها شغل من الخارج او منتظر اخبر من شخص بالخارج اشوف ان شاء الله خلال الاسبوع الثاني او حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر اكو اخبار راح توصلك تخص عملك لناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصل فذا اشوف اكو تأخيرات على الصعيد العملي منتظر خبر من الشخص من الخارج الخبر راح يوصلك ان شاء الله الاسبوع الثاني هسا انتهينا من الوضع العملي شرحناه بصورة سريعة خلي نحول على الوضع الصحي الوضع الصحي اشوف البعض من عندكم صار لفترة تقريبا اسبوعين او شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقة العين والرأس بهاي الفترة اشوف انه انت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع عندك مراجعة للطبيب وبخصوص موضوع قلتلك ممكن يخص العين او منطقة الرأس بصورة عامة جبين واعلى ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار لفترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطيه اهتمام والبعض الثاني اشوف انه التفكير والحالة النفسية اللي انت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي وبصورة كبيرة خاصة للناس اللي يعدها مشاكل بالعمل او مشاكل حتى مادية خلال هاي الفترة اللي ادمر بها الامر كلها متعرقلة فاشوف وهذا التعب النفسي قاعد يترجم وبصورة جسدية عليك فعندك تعب من شدة التفكير تفكيرك هوايا هوايا قاعد تفكر بهاي الفترة فهذا الشي مخليك ممكن اول اسبوعين راح تعاني من الام بالرأس سواء كان صداع او حتى الام تخص منطقة العينين بصورة عامة عموما ما اشوف انه اكو وضعي خوف ان شاء الله تعدي على خير ممكن انت تراجع تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب اذا كانت عندك مشاكل بالاماكن اللي قلتلك عليها بالنسبة للأوضاع العائلية طبعا الاوضاع العائلية قاعد اشوف ممكن البعض من عدكم صار لفترة اربع شهور او ثلاثة شهور نقول اربع شهور بصورة عامة اكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعد تصير خاصة الناس اللي متزوجين اشوف وعدهم مشاكل صار لهم فترة اربع شهور اكو نوع من الاحباط اكو شخص زعلان من عندك او انت حتى زعلان منه لان اكو طاقة زعل عد برج الحمل خلال هاي الفترة فاشوف اكو مصالحات اشوف الامور راح ترجع الدور لصالحك هنا طلعت لي الويل اوف فورتشن بالاوراق بالاوراق العامة وايضا بالتوضيحات رجعت طلعت لي نفس الورقة فعجلة تلحظ قاعد تدور وياك خلال هاي الفترة اكو صلح اكو امور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية يعني خلال هذا الشهر ان شاء الله اكو امور هواية راح تبلش تتحرك عجلة تلحظ وياك يعني اكو مثل ما نقول يد من السماء ممتدة اليك حاليا تساعدك وتسهل عليك امورك خاصة على الصعيد العائلي بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل او حتى بينهم زعلانفصال اشوف الامور راح تبلش ترجع تتصلح مرة ثانية العجلة راح ترجع الدور بكم والناس اللي عندها زعل او مشاكل بالبيت اشوف اكو فترة راح تمر فترة هدوء تكون وبها فترة صلح ايضا اما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا 90% من اللي دايشوفون البرج حاليا هم دايشوفوه على مد الصعيد العاطفي اذا تحبون اسوي لكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج وكتبولي بخانة التعليقات واذا شفت انه انتوا رايدين هذا الشي راح ابدي ان ازلي لكم الابراج بس على الصعيد العاطفي فقط لان اكو ناس ميهمها الصعيد العملي اللي يهمها كلها هو الصعيد العاطفي عموما على الصعيد العاطفي البرج الحمل اشوفك يا برج الحمل انت بالفترة الحالية قاعد تحاول تبين انه انت قوي نوعا ما انه انت ما مهتم انت واقف على حيلك وما عندك مشاكل بس انت بداخلك منهار تماما يعني انت اللي يشوفك من البرة يحس انه انت انسان ما مهتم ما عندك اي مشاكل الوضع اللي انت بيه حاليا مهامك او حتى ممكن انت مصدر هذا الوجه للشريك حتى يعرف انه انت ما مهتم وبعده ما مأثر عليك او حتى الزعل اللي بينكم ما مأثر عليك اساسا بس انت بالحقيقة البرج المنهار قاعد اشوف انه انت بفترة مراقبة حاليا فترة انتظار وده تحاول تبين قوي يعني انت اللي يشوفك بالوجه يقول انه انت ملك العصي او ملك النار بس انت بداخلك البرج المنهار فاشوف انه انت حاليا ممكن كشفت سر لان حتى هنا اشوف اكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا او حتى اللي انفصلت عنه صارلك فترة وهذا الشي خلاك تنهنت او ممكن تكون اكو اشخاص ادخل او اطراف خارجية ادخلت بالعلاقة بيناتكم وهي اللي سببت المشكلة اشوف اكو اقنعة هواية انزالت من على الوجوه وانت حاليا مثل يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم وشنون وانت مثل احسك هنا قاعد تقولي هاي الورقة انه انه اني بعد محد ما راح يقدر يخدعني صرت اعرف الناس صرت اعرف كل شخص على حقيقة بعد ما انخدع بالناس لان انت هنانا طالع من صدمة كلش شبيرة هاي التور مو صدمة طبيعية صدمة كبيرة بس لازم تعرف انه ورقة التور هي ورقة ميجرار كانة فتسعة وتسعين بالمية هي تتحقق هاي اولا ثانيا هاي التغييرات تكون تغييرات مو بدل انسان رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمة تمر بحياتك لان اكو بعدها وضع احسن اكو تغييرات شاملة يعني اكو فترة تماما من حياتك بلشت تنتهي او درست شان لازم تاخده انت اخدته والفترة الجاية راح بتكون حتى ما تكرر هذا الغلط مرة ثانية فهذا الانفصال اللي صار او حتى شخص اللي كشفته انت على حقيقتك شان لازم يصير رب العالمين هو اللي تشان رايد انه هذا الشي ينكشف وراح يكون لصالحك اما بالنسبة الطاقة الشخص نفسه قاعد اشوف انه هذا الشخص عنده مشاعر التجاهك هو اكو حب بيناتكم والحب موجود وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك ممكن يتواصل وياك روحيا او حتى يتواصل وياك اساسا لان هنا قاعد اشوف هو عنده تردد شوية من التواصل بس راح ياخذ القرار انه هو يرجع يتواصل وياك البعض منكم هذا شخص اتواصل وحاول يعتذر بس هو قاعد يحس انه انت كلش متباعد يعني هو امراقبك من بعيد حاليا امراقبك ويحلم بيك حتى او انت ممكن قاعد تحلم بيك اكو تواصل روحي ديناتكم جدا عالي ولكن التواصل الحقيقي منقطع اشوفه انت ممكن ما قاعد تنتفرصة لهذا الشخص لانه هذا الشخص اساسا قاعد اشوفه هنانه اه هو دا يحاول انه يعتذر هو جاي واقف منتظر اشارة منك منتظر خطوة البعض من عندكم هذا الشخص ممكن يكون من الماضي انت منفصل عنه سابقا وهو هسا يحاول يرجع بحياتك مرة ثانية بس انت تقريبا مصلت مرحلة ملل من العلاقة او انه هذا الشخص سابقا تعبك هواية فلهاي سبب انت عندك مخاوف انه انت ترجع لهاي العلاقة مرة ثانية هسا بما انه طرينا طاقتك وطاقة الشريك خلي نفصل الوضع العاطفي اكثر طبعا اشوف انه انت مثل ما قلت لك انت عندك نوعا ما ملل انت العلاقة هذي ممكن كان بها تلاعب لان هنان عندي ورقتي ان طلعت لي نفس هي ورقة الساحر يعني هنان شوفوا اذا تشوفون هاي الاوراق وضحتها انا على نفس الورقة طلعت الورقة نفسها فبدا تقولي انه انا بنفس المعنى طالعة ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوعا ما تلاعب بالعلاقة وانت اكشفت هذا التلاعب ممكن تكون الاغلبية منعدكم الموضوع يخص مشكلة يعني شغلة اخلاص او وفاء بصور عامل فاللي اشوف انه اتعرضت انت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص خداع او حتى البعض منعدكم متعرض الخيانة خاصة اذا كان هذا الشخص من برج الجوزاء او برج السرطان والاقرب هنا عندي برج الثور حتى ما انسى الابراج برج الحوت ايضا موجود هنا اكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك وبرج الثور طالع مارتين والاسد فاللي قاعد اشوفه انه هذا الشخص مثل ما قلت لك هو سابقا خداعك اكو شان عنده نوعا ما خداع بالفترة الحالية انت ممكن قاعد تستشفي من الجرح اللي هذا الشخص تسبب لك يا انت ماخد رست انت الطاقة العامة اليك اشوف اكو تباعد انت حاليا مو نغلق على نفسك قاعد تراجع الاشياء اللي مريت بيها سابقا وانت فعلا محتاج هذا الرست انا هسا ما اقولك اخذ خطوة انه انت ترجع لهذا الشخص لان انت محتاج رست انت فعلا محتاج هنا رست محتاج تستعيد توازنك لان اشوف توازنك تقريبا مختل انت هاي العلاقة سابقا ممكن شنت هواية تحاول تحافظ عليها لكن وصلت المرحلة بسبب خداع من هذا الشخص انه انت حاليا ما عندك الرغبة انه انت تستعد هاي العلاقة او ترجع تشتغل على هاي العلاقة اللي اشوف انه انت ممكن تحاول انه تنسى هذه الصفحة اللي كانت بحياتك وهذا الشخص تماما تغلق الصفحة وتبلش بداية جديدة لان هنا عندك ورقة تدف موجودة فانت دا تحس انو انت محتاج تغيير جدري دا تحس ممكن المشاعر اللي بينكم وان كانت موجودة عندك اوالا هنا دا اشوفه كان انو انت دا تحاول تتجاهل مشاعرك انت دا تحاول تتجاهل المشاعر اللي موجودة عندك تتجاه هذا الشخص او حتى تتجاه العلاقات بصورة عامة انت مو عاطفي يعني دا تحاول تفكر بعقلك وهذا شيء مخليك تتخلى عن مشاعرك وبصورة عامة حاليا هذا الشخص حاليا هو مستعد أنه يبدو الأقصى مجهود في سبيل أنه يرجع العلاقة اللي بيناتكم لأنه هذا الشخص من بعد ما أنت مثل ما قلت لك بعد ما حس أنه خسرك تماما حس بقيمتك أكو ناس ما تحس بقيمة الشيء اللي موجود عندها إلا إذا فقدته فأنت بظاهر يعني قطعت تماما نويا وقطعت التواصل هو وصل مرحلة الفقدان من وصل مرحلة الفقدان حس بقيمتك وهسا دا يحاول أنه يرجع العلاقة هو مستعد أنه يبدو الأقصى مجهود هنا ورقة زشارة أيضا برج السرطان طلع عندنا مرتين فممكن يكون تتعامل مع شخص من البرج السرطان أو ممكن يكون أنه هذا الشخص حاليا راح يبدو الأقصى مجهود دا يفكر أنه يبدو الأقصى مجهود في سبيل أنه ينسيك الشيء اللي يصار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما يريد أنه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انتوية بس نفس الوقت قاعد أشوف عنده نوعا ما التسرع هو متسرع شوية بتصرفاته ممكن عصبي زيادة عن اللزوم وممكن آخر اتصال بينك وبين التواصل ما كان بنا صار أكو تجريح بالكلام لأنه هنا قاعد أشوفك أنه أنت زعلان من هذا الشخص وأيضا هنا طاقة الانفجار موجودة لأنه هاي طاقة ما تجي إلا إذا أكو شيء صار مو صدمة عادية أكو صدمة كبيرة صارت فممكن أن يكون هذا الشخص على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب إذا كنت تتعامل ويشخص من البرج العقرب أيضا فممكن أشوف أنه الكلام اللي صار هذا الشخص انفجر أو أنت حتى انفجرت وصار أكو تجريح بالكلام ببيناتكم التواصل ما كان بنا بينكم آخر تواصل فالهالسبب هو إذا يحاول أنه يرجع يعتذر ممكن عن الكلام اللي قاله اللي أنحس هذا الكلام خلاه يخسرك إلى الأبد عموما أنا أشوف أنه راح يبذل مجهود البعض من عدكم راح يجي بصيغة جديدة مثل راح يقول لك أنه إحنا خلي نرجع ما نرجع بعلاقة خلي نرسم العلاقة نحاول أنه نرسم علاقتنا أو حتى أنه نقوي العلاقة اللي موجودة بس أنت قاعد أشوف أنت تتحس بملل أنت رافض اعتدار هذا الشخص ورافض رجوعه بحياتك حاليا أو ممكن نقول أنت مرافض وإنما محبط فما تريد تنطي إجابة حاليا لها السبب أنت منعزل ما تريد أنه هو شون تقول أنه كوش ينتهى تماما بس نفس الوقت ما تنطي أمل بالرجوع فمخلي مثل اللي متعلق له وطايا السماء ولا هو وطايا القاء وهو يستهل على فكرة ما دام بزعلك فالمهم يعني اللي أشوف أنه هذا الشخص راح يرجع الناس اللي منتظره رجوع من شخصه من الماضي من برج السرطان أو برج العقرب برج الجوزاء الدلو برج الثور الأسب موجود أيضا برج الحمل وبرج الحوت فإذا شنتوا منتظرين رجوع من أحد هاي الأبراج وانطبقت عليكم القراءة وانطبق السيناريو اللي صاير بينكم هذا الشخص راح يحاول بكل ما أوتيه من قوة إنه هو يرجع العلاقة ويصلح اللي كان ببهناتكم يبقى الخيار إليك إذا شنت أنت راح تنطي فرصة أو ما تنطي أنا أشوف هو فعلا عنده طاقة ندم وكان عنده تلاعب بالماضي بس حاليا قاعد أشوف إنه هو حس إنه هو خسرك حس إنه هو ممكن كان ضغط عليك بزيادة ممكن هذا شخص كان يضغط عليك الدرجة أنه خلاك توصل مرحلة الانفجار يعني كثير الضغط يولد الانفجار فهو ضغط عليك كهوية ووصلك المرحلة إنه أنت انفجرت بوجهه قلت له كافي أنا بعد ما أريد نرجع بعلاقة ما أريد أي تواصل وياك فاللي هنا أنا تنتهي القراءة مالتنا أشوف هذا الشخص راح يحاول يبقى إليك إنت القرار إذا شنت راي ترجع أو لا اللي أشوف أنه إنت محتاج راست أخذ راست هاي الفترة حاول هاي الأسبوعين متأخذ قرار البعض منكم هذا الشخص ممكن من شهر الرابع هو أنتو من فصلين أو صاير هذا الزعل اللي بينكم أخذ راست فترة هاي الأسبوعين لا تأخذ قرارات متسرعة أبقى منعزل لأن أنت محتاج طاقة الإنعزال بس حاول أنه تلقي قلبك شي حلول هذا الشخص سامحة بينك وبل نفسك حتى تقدر تعدي هاي المرحلة في حال ما رجعت لهذا الشخص تقدر تعيش حياتك طبيعي وإحساس الزعل اللي عندك هذا تطلع من عنده طاقة الهرمت هي طاقة سلبية من تجي بوضع الرفض والإنعزال فهي طاقة سلبية حاول أنه ما تكون منعزل زيادة لتفكر بسلبية هواية وخلي حدثك هاي الفترة التبع لحدثك يعني شنو إحساسك يقول لك سوي لي أندا شوف عندك طاقة روحانيات عالية يخل على هاي الفترة كل التوفيق لكم برج الحمل وإن شاء الله الشهر يمر عليكم بصورة حلوة